السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بجميع المتتبعين الأوفياء تمنى تكونوا بخير وعلى خير شكرا لكم بزاف على الدعم لكم المتواصل مرحبا أيضا بالمشتركة للجدود لأول مرة غادي يشوفوا القناة تمنى تعجبكم وتستفدوا منا ما تنسوش ديروا الشراك واللايك وفعلوا الجرس بش يوصلكم دائما الجديد ما تنسوش أيضا تتابعوني على الانستغرام للمزيد من المعلومات غادي نخلي لكم الرابط في التعليق الأول الفيديو ديال اليوم كانت تحت طلب العديد من الإخوان اللي بغوا ياخدوا فكرة على البرزات اللي كانين في السوق على الألوان اللي كتجي مزيونا في المنازل وأيضا فكرة للأثمينة اليوم قدرت لكم واحد الجولة في بريكوما جولة مهمة بزاف غادي تنفعكم تابعوا الفيديو إلى الآخر ولكن ما تنسونيش من اللايك والتعاليق الجميلة ديالكم النوع اللي كتشوفوا معايا دابا هو أنجيلك وكيما كتعرفوا هاد النوع فيه الرخص وفيه المتوسط وفيه الغالي هاد النوع اللي كتشوفوا معايا دابا هو سيمون الثامن كيختلف على حسب اللون يعني بالنسبة اللون الأبيض كيكون الثامن ديالو أقل وحتى بالنسبة اللون البني أما بالنسبة اللون الشامبان أو للون الدهبي أو للنقري كيكون زايد الثامن دابا غادي تشوفوا معايا الأثمينة الثامن ديال بريز كيكون بوحدو ديال الكادر ديالو بوحدو والثامن ديال بريز كيختلف على حسب الدور ديالو اللي كتكون خاصة بالانترنت وبالتلفازة كيكون الثامن ديالو زايد بطبيعة الحال دابا غادي تشوفوا معايا الكادر ديال بريز الثامن ديالو كيما كتشوفوا معايا الثامن كيختلف على حسب اللون هاد اللون هادا اللي كتشوفوا معايا هو اللي درت أنا في المنزل ديالي يعني تناسب لي مع سراجم اللي درت أنا ما درتو مش في سيمون درتو في لغغون يعني في الماركة ديال لغغون هاد اللون كيطلع مزيون بزاف وخاشوية كيطلع زايد في الثامن خصوصا البريزات اللي كتكون مكونة أكتر من واحد يعني اللي كيكون فيها ثلاثة او الاربعة كيكون الثامن ديالة زايد بزاف الثامن ديال واحد يعني مني كيكون بريز واحد وبالقدر ديالو بطبيعة من 60 درهم يعني بجوج بيهم كيكون بطبيعة من 60 درهم كيما قلتلك كل ما كان هاداك البريز ديال جوج او ديال 3 وانا عندي حتى ديالة 4 بتيكون ثمان زايد المهم انا نسقت هاداك البريزات مع اللون ديال استرجم اللي عندي مع اللون ديال الصباغة اللون ديال الزليج بالنسبة الاخوان اللي خادمين بالقري يعني الزليج في القري وديرين النوافيد في القري يعني حتى البريزات ياخدوا فيهم اللون القري ركي جيم زي ونحته هو باش يكون عندهم الغبل ديال ليكولوغ في الدار يكون واحد نوع ديال التناسق هنا الفوق كيبينوهم لكم مراكبين كيفاش كيجي الدكور ديالو والتحت عاد كيديرو فيهم الاتمينة بالنسبة الاخوان اللي كانوا سولوني التكاليف ديال بريزات ديال منزل ديالي كامل يعني بالطوابق الثلاث تقريبا مليون والف درهم ولكن انا مخدمش هادك النوع اللي وريتكم في الطوابق بتلاتة يعني الطبق الارضي والطبق اللي عندي فيه غورة في النوم ديرتم بريزات اقل ثمن حتى هما الماركة ديال لوغغون ولكن بدلت غير اللون يعني ونقص ثمن يعني خليت تقريبا نفس المارك بدلت غير اللون يعني ديرت اللون كريمة وهاد النصيحة كنقدم لكم حسنتو ما يعني اذا اجبوكم شي شكيلة ديال بريزات اللي مزونين ولكن غاليين تقدرو تديروهم غير في الاماكين اللي بينها بحال تطلع ديال الدروج تديروهم في الطابق اللي كيكون عندكم خاص بالضيوف او اللي في الاماكين اللي ظهرة وكينا بلايس اللي ما كتكونش بينها تقدرو تديرو نوع اقل في الثمن يعني ماشي بدروري تخدمو الدر كاملة بهذاك النوع باش ما يتقامش عليكم الثمن غالي بزاف كينش بريزات كيكونوا في المنزل ديالنا مخبعين تماما خصوصا اللي كيكونوا تحت بوطاجي ما بينينش تقدرو تعتمدو للبريزات اللي كتكون رخيصة بزاف باش كتنقصو من الميزانية هنا غادي تشوفوا معايا الدكور ديال البريزات راكبين بألوان مختلفة وتحت منهم كيديرو كل نوع بالثمن ديالو بطبيعة الحال ولكن دائما كننصحكم بالالوان المحايدة كما نصحتكم في القبص في الصباغة في الزليج حتى البرزات كنقول لكم خليكم في الالوان المحايدة هنا لتحت فين دايرين الاتمينة خليكم في الالوان المحايدة مثل الرمادي البوني الأبياد الباج شامبون هاد الالوان اللي تقدرو تخدموا بيها خدموا بيها لحسب الطيم اللي خادمين بيهم في المنزل ديالكم يعني رقزوا على الالوان ديال والاستراجوم واللون ديال الزليج والالوان ديال الزليج والالوان ديال اللي غادي تديرو منتم ما غادي تختارو اللون ديال البريزات المركة اللي شوفتم عايا دابا هي أنجيليك هادو بالتامن اللي كيناتما بالبريز بالكادر يعني مني كتشوفوا ديرين التامن وكينا البريز والكادر كيكون كامل ومني كيكون غير الكادر ببوحدو الوسطاني ببوحدو راح باين بالنسبة هادو اللون البني حتى هو التامن دياله كيكون ناقص والابيض ايضان البشته هو كيكون ناقص والالوان اللي غاليارة ناقلت لكم يعني تقدرو تخدموا بذيك الوينات غير في الاماكن اللي هباينا المهم بالنسبة الاخوة اللي باقي ما وصلوا لمرحلة البريزات ياخدوا فكرة ويعرفوا الاتمين اللي كينا باش يديروا واحد للاستعداد كيما غتشوفوا معايا هنا يا الاشكال ديالبريزات ايضان مركبين بجميع الالوان بالنسبة هاد اللون هادا الدوغي والقري ارجون والدين هاد الالوان هادي كتكون شوية طلعة في الثمان وراكن سابق لي شاركتا معاكم في هذا الفيديو يعني بريز واحد يقدر يوصل الثمان دياله حتى ميتين درهام يوثمانين درهام وكيبقى كل واحد كيدير على حسب القدرة دياله وكين فكرة واحدة اخرى اذا بغيت تنقص عليك شوية الثمان تاخد غير الكادر بهذاك اللون اللي بغيت يعني هذاك اللون اللي غالي بحل متانا اذا عجبك الضوغي تاخد غير الكادر والوسطاني اديروا متانا بلون باج كيكون اقل ثمان واغلبية الباج واللي كيمشي مع هاد الالوان هادي كتكون نقص عليك شوية بالنسبة الاخوان اللي كيسولوني شمن ماركة اللي مزيانة واش انجيليك واش سيمون واش لوغغون هاد اللي ماركة ولي هاد الشركة هادو كاملين را عندهم لبريزات اللي هما رخاص والماركة على قدة يعني كتلقى بريز يعني بست دراهام او لبعشرة دراهام يعني الماركة على قدة وكتلقى عندهم الجودة اللي هي متوسطة وكتلقى عندهم الجودة اللي هي آل يزاف يعني البريز كيوصلتين 300 دراهام 350 دراهام يعني كيبقى علي حسب القدرة ديالك ما نقول لك شخد انا سيمون او لاخد لوغغون او لاخد انجيليك يعني كيبقى علي حسب القدرة ديالك كيما قلت لك يعني البريزات اللي عندك يعني باينين وكي تستعملوا بوحد صورة كبيرة حاول تاخد واحد الجودة اللي هي متوسطة ما تاخدش هادك جودة اللي هي ناقصة وغادي تلقاها كيما قلت لكم وغادي تلقاها كيما قلت لكم هادا شامبان الغري دوري راوما باينين تمان ديالهم شوية زايد حتى هادك جريمي طالي كيتلع زوين بزاف حتى هادك المي طالي يعني هادو الوان كلهم كيتلعو زوينين نحاول ما امكان نقربكم حتى من الثامن تمنى تكونوا شفته هنا يا كيما صورت لكم في الاول يعني البريز بوحده الكادر بوحده غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو ديال بريزة اللي درت في المنزل ديالي في صندق الوصف اللي ما شافوش يشوفو بنسبة الاخوان اللي جدادين في القانات ونتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم واستفدتم منو ويساعدكم ولو بالشيء القليل في الاختيار ديال بريزة المنزل ديالكم اللي ينصلك في اول فيديو ما ينساش دابا ينزلوا يدير لايك بارتاجيو اللي فيديو باش يوصلوا عند اكبر عدد ممكن من الناس باش يستفدوا حتى هما واي واحد فيكم بارتاجا هاد الفيديو را عندو الاجر ديالو لان ما خلش المعلومة محصورة عندو وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله اشتركوا في القناة